مفهوم الإعلام الجديد ووسائله سنتعلم اليوم في درسنا 1. المقارنة بين المدونات والمنتديات أو بمعنى ما هي المدونات وما هي المنتديات 2. تعريف المجموعة البريدية 3. دور الهاتف المحمول في الإعلام الجديد تابع لوسائل الإعلام الجديد في درسنا السابق مفهوم الإعلام الجديد ووسائله واحد علمنا بأن من وسائل الإعلام الجديد الصحافة الرقمية واحد محطات الإذاعة اثنين التلفاز التفاعلي ثلاثة الآن نأخذ رقم أربعة قواعد المعلومات وهي الركيزة الأساسية التي تتجمع فيها المعلومات عندما نريد استيرادها 5. المواقع على الإنترنت ونعني بذلك كل المواقع التي تعنى بنشر الأخبار والأفلام على الإنترنت وطريقة أخذنا لهذه المعلومات 6. المدونات وهي إما تكون مدونات شخصية أو مدونات مؤسسية المنتديات ونقصد به المواقع الإلكترونية التي يفتح داخلها منتدى يختص بموضوع معين ويسمح للجميع بالمشاركة وطرح رأيه 8. المجموعات البريدية والمجموعات البريدية قوائم بريدية يتم إنشاؤها لتبادل الرسائل الإلكترونية من خلال مزود خدمة وتتميز بالسرعة والقدرة على احتواء عدد كبير من القوائم 9. مجتمعات المحتوى 10. الهاتف المحمول وجميعنا نعلم ما هو الهاتف المحمول 11. مواقع التواصل الاجتماعي ونعلم مدى تعثير التواصل الاجتماعي في إعلامنا الجديد 12. التدوين المصغر 12. ونأتي هنا لسؤال ما هي آراءنا في المدونات في تطوير الإعلام الجديد مع ذكر أمثلة تؤيد وجهة النظر 13. المدونات نعلم بأنها المقصود منها ما يتم تدوينه على الإنترنت من آراء شخصية 14. نسمح للجميع بالمشاركة في هذه المدونة وإبداء رأيه وتحديثها بشكل مستمر 15. وكما نعلم بأن لها تأثير قوي جدا في وسائل الإعلام الجديد 15. الفرق بين المنتديات والمدونات 16. المدونات هي مواقع تفاعلية أنشأها أشخاص أو جهات مؤسسية تحتوي منشورات تتنوع ما بين مذكرات يومية 16. مقالات تقارير وتتيح للمستخدمين مناقشة الموضوع وطرح آراءين 16. أما المنتديات فهي عبارة عن برامج على المواقع تعرض فيها الآراء والأفكار بحرية تامة ويتم مناقشتها بشكل آني 16. هناك سؤال قارن بين معنى كلمتين نادي ومنتدى 16. أما نادي فنعلم جميعا ما هو النادي هو الموقع الذي نتج له إما نادي رياضي أو نادي ثقافي أو نادي اجتماعي لممارسة الأنشطة داخله 16. أما المنتدى فيختص بالمواقع الإلكترونية داخل الشبكة العنكبوتية 17. المجموعة البريدية تعريبها مجموعات أو قوائم بريدية يتم إنشاءها لتبادل الرسائل الإلكترونية مثال على ذلك Outlook أو Gmail 18. من خلال مزود الخدمة وتتميز بالسرعة والقدرة على احتواء عدد كبير من القوائم البريدية 18. دور الهاتف المحمول في الإعلام الجديد 19. لا يغيب علينا دور الهاتف المحمول في الإعلام الجديد وقد استفاد الإعلام من الهاتف المحمول كوسيلة لتقديم مواده الإعلامية والإخبارية والبث المباشر للصوت والصورة 19. مع مراعاة إمكانية الهاتف المحمول في القدرة على التحميل والاستيعاب لجميع القوائم التي نريد أن نستخرجها منه أو نرسلها لأي أطراف أخرى 20. منخص درسنا لهذا اليوم وسائل الإعلام الجديد ذكرنا بأنها تجتمل على قواعد المعلومات ومواقع على الإنترنت ومدونات شخصية أو مؤسسية أو منتديات لمواقع أخرى أو مجموعات بريدية وذكرنا أمثلة على ذلك أو مجتمعات المحتوى أو الهاتف المحمول ثم مواقع التواصل الاجتماعي والتدوين المصغر 21. أما المدونات فذكرنا تعريفا لها بأنها مواقع تفاعلية أنشأها أشخاص أو جهات مؤسسية تحتوي على منشورات متنوعة 22. أما المنتديات فتختلف عنها بأنها برامج على المواقع تعرض فيها الآراء والأفكار بحرية تامة 23. المجموعة البريدية هي مجموعات أو قوائم بريدية يتم إنشاءها لتبادل الرسائل الإلكترونية من خلال مزود الخدمة تتميز بالسرعة القدرة على احتواء عدد كبير من القوائم البريدية 24. دور الهاتف المحمول في الإعلام الجديد لقد استفاد الإعلام من الهاتف المحمول كوسيلة لتقديم مواده الإعلامية والإخبارية والبث المباشر للصوت والصورة من أي مكان في العالم ترجمة نانسي قنقر